ما قبل مباراة مصر والكاميرون خمس لعيب عندنا في المنتخب مهددين بالإيقاف يعني هيلعبوا المتش الجاي قدام الكاميرون لو أخدوا انزار هيتطلعوا برا انزار بس ليه عشان هما ياخدين انزارات عندك زيزوك ناخد انزار ومحمد عبد الميان عمر كمال ومصطفى محمد وأيمن أشرف طب أنا عايز أفهم التلاتة دول لو تلعوا مين هيقفلنا في الدفاع حرفيا مين أحمد حجازي سافر ألمانيا عشان هيتعالج من الأصابة بتاعته لأن الأصابة بتاعته قوية شوية وهيغيب لمدة شهر دقريبا فيه احتمال بالنسبة 90% أبو جبل هيشارك في الماتش ودي حاجة كويسة جدا أخيرا خبر حلو شوية أركمها الأهلكم من بطولة أم أفريقيا أكتر منتخب سجل أهداف منتخب الكاميرون 11 هدف أكتر منتخب خلق فرص برضو منتخب الكاميرون أكتر منتخب عمل تمرات نجحة منتخب الكاميرون برضو أعلى معدل المحاولات برضو منتخب الكاميرون أعلى معدل العرضيات برضو منتخب الكاميرون أنتم بتلعبوا لوحدوك ولا إيه؟ الحمد لله في حاجة غير الكاميرون أفضل دفاع في البطولة دفاع السرغال أكتر كرات جاد في العرضة منتخب مصر أخيرا مصر